شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على استمرار مصر في مساعيها لتنصيق الجهود الأقليمية والدولية للدفع في اتداهي وقف إطلاق النار في قطع غزة وخل الاتصال الهاتفية طلقاهم من رئيس وزراء الهند رنونين دامودي حذر الرئيس السيسي من التدعيات الخطيرة إنسانيا وآمنيا للهجوم البرية على قطاع غزة مؤكدا ضرورة العمل الدولي الموحد لإيجاد حل فوري على المستوى الدبلوماسي يتضمن إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المواطنين وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع أو عاقة اتصاقا مع قرار الجامعية العامة لأمم المتحدة في هذا الشأن الصادر مساء أمس كما تبادل الزعيمان خلال الاتصال وجهات النظر حول مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطع غزة وخطورة استمرار التصعيد الحالي سواء لأثار الجسيمة على حياة المدنيين أو للتهديد الذي يمثله على أمن المنطقة برمتها كما أكد الزعيمان على مواصلة قيادة مؤسسات الدولتين نحو المزيد من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر